السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا وسهلا بيكو طلبة وطلبات السنوية العامة ان شاء الله هنبدأ في المرحلة الجديدة مرحلة الزن بتاعة السنوية العامة هنبدأ ان شاء الله حل المتحانات السنوية العامة في مادة الفيزياء طيب هيتقابلنا سؤالين الوقتي اول سؤال احنا لسه مخلصنا عشر مسطرة هل المتحانات ازاي وهنا في مشكلتين المشكلة الاولانية الطالب اللي يقول ازاي نحل المتحانات كاملة واحنا لسه قصياسا في فصول ما خدناه ايش والمشكلة دي طبعا مش هتوقف حالين طب هنعمل ايه عشان نحل المشكلة دي هقول لك هتشوف في اول فيديو ان شاء الله هينزل في حال الامتحان هتلاقي الموضوع ده محلول يعني سواء انت حتى اخدت خمس فصول ست فصول سبع فصول بس مش يقابلك مشكلة ان تشوف الفيديو ضائع وقتك فيه لانها ينزل بطريقة معاينة تريحك جدا واتمنى انكم تستفيدوا بيها ان شاء الله هتستفيدوا بيها ووصف مية في مية ان هتعجبكم لان مش هتضيعوا فيها وقت انكم تشوفوا حاجة مش مفيدة مسلا او تضيع وقت انكم تشوفوا اسئلة على فصل انتم مش عارفينه هحلل لكم المشكلة دي بكل بساطة بازن الله في الفيديوهات الجاية هتشوفوا ان شاء الله هنعمل فيها ايه المشكلة رقم اتنين الطلبة اللي عقليتها بتقلق على طول يعني اول ما يشوفوه النسطر اسلام جاي بقولها ان حلمت احنا السرعية عامة بقوله ده احنا لسه في الخامس يبقى احنا متأخرين يبقى احنا ماشيين ولط والدنيا تتقلب ونتوتر والكلام ده طبعا المشكلة دي مشكلة تفكير بس مشكلة وقعية خالص انا قلت خمسمائة مرة اي طالب بيسأل انا متأخر ولا لا قلت له لو انت في الفصل الخامس الوقتي في شهر نص شهر ثلاثة لو انت بيرفكت في اللفات فما فيش في مشكلة ما فيش مشكلة لو انت خلصت في اخر شهر اربعة بس تكون بيرفكت في اللفات هقولك ازاي انت اساسا كل الموضوع لو انت فاهم اصل الفيزياء مادة فاهم يعني ايه مادة فاهم يعني ان انت فهمت المنهج كويس جدا هتقدر تحل في الامتحان كويس جدا حتى لو الوقت ميتبقى المراجعة قولية لان انت فاهم الاصل بتاعك فبالتالي لو حلت بس عشر امتحانات خمستاشر امتحان هتكون تعودت على طريقة الحل وبالاضافة انك اساسا لو انت متأخر فده معنا انك كنت ماشي كويس وبتحل كتير المفروض فانو انت ماشي كويس وبتحل فما فيش حاجة اسمها انت متأخر في حاجة اسمها انت كويس في المادة ولا لا? الطالب اللي كان عنده مدرس ولسه متأخر وشايف مدرس تاني خلص وعايز يروح ويسيب اللي معه ويروح للتاني المدرس التاني عشان ما يخلص بادري ممكن الطالبة مش فاهمة او مش حلة كتير وعايزين يسيبوه ويرجعو المدرس اللي متأخر. فبالتالي الطالب ده مش عاجبه حالو ولا ده عاجبه حالو. فبالتالي انا بقول لك. المهم انك تكون مذاكر كويس جدا. يعني مذاكر كويس جدا يعني الفصل اللي انت مخلصه بتقول انا مخلص الفصل الاول. اديك ثوالا عرفت حلو. تقوليش اصلا انا مش مراجعه. كل الطالبة اللي مخلصة بدري بتقولك كلماتين دولة اصلا انا مش مراجعه. اصلا انا مشهي مع ان نصطر بتاعه مش طرف الخامس فانا تسألني في الخامس بس. طب اللي فهده فين؟ ما تعرفش متبخر. فبالتالي لو انت فاهم ان البعضة مش اقف عليك. تبقى المشكلة الاولانية خلاص قلناها. لو انت ما خلصتش المنهج. ما فيش مشكلة انك متأخر. الحاجة التانية ما فيش مشكلة انك تشوف الفيديو كامل او مش كامل بالطبع اللي انه غلق في الفيديوات الجهة ان شاء الله. نجيب بعد كده الحاجة التانية. السؤال رقم اتنين. هل امتحانات السنوية العامة كافية ان انا اقدر احل واجيب درجة كويسة جدا في الامتحان ولا لا. السؤال ده بيبقى نتيجة حاجة. ان فيه طلبة بتتبع اكتر من القناة. فبيطلع واحد يقول لجماعة مفروض ما تحلوش المتحانات الوقتي. ستستلنوا الاخر شهر. وفي واحد تاني بيقول لو انتم حليتهم شهر اتنين هتحصل لكم مش عارف ايه و ايه. وفي ناس وراتني فيديو وفيه كلام مقنع فعلا انك لو حلت كتير بتاخد خبرات كتير والكلام الفاضي انا. وازاي مقنع وفاضي هقول لك الوقتي. منفروض حل الامتحان ده بيبقى لسببين. السبب الاولين انك خلصت. امنهاك ككل. ومراجعه. اول حاجة مخلصه. تاني حاجة مراجعه. تالت حاجة بتبقى انت عايز تتعود. انك تحل. تستفيد. اول حاجة تتعود على وقت الامتحان. يعني الامتحان وقته تلس ساعات. بطل بقى الرسم البطيء بتاعك انك خلاص منفروض تعديه. فمنفروض ان انت بتتضرع وعليه في الفترة الجاية انك تشوف السؤال تدي له وقته المحدد ليه? يعني ما تجيش في مسألة سهلة تقعد تفكر فيه اربع ساعة الطريقة دي والطريقة دي وتشوف ايه اللي احسن والكلام ده. لأ انت خلاص انت الامتحان بتاعك تبس ساعات. بتعمل نفسك بالوقتي ساعتين ونص بالكتير او تكون ما خلص عشان يتبقى لك نص ساعة وتلاجع فيها. طيب الحاجة التانية. الاستفادة التانية يعني من اللي بتحل الامتحانات. واهم نقطة عاوز اقولها. احنا بنحل الامتحانات ليه? اولا انت اي كتاب امتحانات هتجيبه وتلاقي في الاجابات معك. تجمع كده طيب. حضرتك كطالب بتسمع حل الامتحانات. حتى لو بتسمعني. يعني انا بعد اقول لك اعاوزك تفهمه الكلام ده. في طلبة بتسمعني انا اللي انا بقول له افهم ابني وبشرح لك حاجة كمعلومة علمية تفهمها. الطلبة بتاخدها وتحفظها. بياخد الكلام اللي انا بقوله ويكتبه ويحفظه. يقول للمستر قال لو كزا 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 بيعمل كزا 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 ويحفظ الكلمتين دول. يقول لك كده اصلا انا فهمت. لأ انت كده حفظت. طيب. تعرف منين انك فهم محافظ وتعرف منين انك صح او لط? او استاذك صح او لط? كل الحكاية انك كان ما يجب لك مسألة صعبة. ايا كان مستواها. وانت مش عارفها بكده ما شفتهاش فكرتها او لشفت تتعرف هي بتاعت ايه اساسا. اول انطباع ليك هو اللي يقول لنا فهم او مش فهم. تسعة وتسعين. خمسة وتسعين في المدينة من الطلبة. تدي له مسألة يقول لك مش عارف. وليما يحط فيها قلم. وليما يحط فيها قلم يقول لك انا مش عارف. ليه مش عارف? لانه حافظ ان المسألة دي لو انا حلتها شبب كده اخلاص مش عارفة حلها. مخدتش فكرتها من المستر بتعيب انا مش عارفة حلها. مع انك ممكن تكون عارفها. يعني انت بتقلل من نفسك ليه? انا مش عارف. الحاجة التانية لانك لازم تعود نفسك انا لازم احاول احل. انا لازم افكر وحل. فبالتالي ان عايزك تستفيد بيه من الفيديوهات دي. ويا ريت تركز معي في الفيديوهات اللي انا بقول لها مقدمة لحاجة معينة. لان ان انت هتستفيد بالفيديو ده في كل الفيديوهات الجاية. هتشوف مسلا خمسين ستين فيديو امتحانات. اذا انت المفروض تركز في الكلمتين دول لان هما دول اللي هيساعدوك في اللي جاي. ايه اللي غرض من مشاهدة الفيديوهات بتاعة الامتحانات? اللي غرض انك تفهم طريقة معاملتك مع السؤال. مش انك تحفظ سؤال بااجابته. تاني مش انك تحفظ سؤال بااجابته. تعرف ازاي تتعامل مع السؤال. تعرف السؤال طالب ايه? وانت هتحل ايه? تعرف السؤال ده ليه تستخدم القانون ده? وليه ما تستخدمش القانون ده? هل ينفع تحل بالطريقتين دول? ولا لا? هل الطريقة دي تنفع للمسألة دي? والمسألة دي بس? ولا تنفع لكله? الكلام ده بتبقى مفروض بتعرفه من طريقة الحل. وليس انك تعرف السؤال بحله. تاني اعيد فيها معلش وهكررها. ياريت الطلبة تعمل كده. لان انا بتقابلني المشكلة دي انا نفسي يعني انا بقول لك افهم. ولكن انت بتحفظ. فانت كده بتضيع نفسك. بتضحك على نفسك. الطلبة كلها بتبقى داخلة على الامتحان عشان تحفظ الامتحان وتحل زيه. صدقني? ده غلط. من اولها احنا لسه في شهر ثلاثة. لسه قدامك وقت كتير جدا. ما تضيعش وقتك وما تستغلش ان الفيديو مسلا قدامك محلول الامتحان. تاخد الفيديو. تقعد تشوف الفيديو وتنقل في الكاشفول بتاعك وتحل. لا. الفكرة كلها انت ازاي تتعامل مع الامتحان. الحاجة اللي اعوز اركز عليها بعد كده ازاي تستفيد من الفيديو ده بجد. الاستفادة بجد انك هتفتح الكتاب بتاعك وتحل السؤال لوحدك بالرصاص حتى الى فورقة خارجية تكتب اجابتك. تفكر في السؤال وبوقت. يعني زي ما انا قلت لازم تحديل لنفسك وقت. يعني السؤال مصطلح ينمي. ما تعدش تتفكر فيه خمس دقيقة. المصطلح انت وضط فيها ليه? والكلام ده يكون اثناء الشرح. يعني انا بحل انا مش بجيب لك الاجابة بس واكتبها لك. انا بشرح لك انا قلت كده ليه? حتى سؤال المصطلحات اللي الكل بيحافظه انا بقول لك انت جيبته كده ليه? الحاجة التانية السؤال اللي انت بتحله صح ما تقولش انا شفت الاجابة صحة وتجري لان انا ممكن اضف لك حاجة عليها. ودي احاجة انا عاوزك تتعاودها في حال الامتحانات. يعني هي الحاجة دي? انك ما تشوف سؤال حاول توسع دمائك شوية ما تبصش على المسألة السهلة. فكر طب لو كان قال لي كزا هعمل ايه? ولو كان قال لي كزا هعمل ايه? بس بعقل طبعا مفرور انت تكون فاهم. فانت بتسأل نفسك بعقل. عشان في طلبة بتسأل اسئلة ما تنفعش تتسأل. فبالتالي ومدرسين برضو بايوا اسئلة ما تنفعش تتسأل. ما تتتالي انت ما بتعتمدش انك توسعها قوي يعني. بتوسع بس على فكرة هل ممكن يقول لي كده او ممكن يقول لي كده ولا لا? هل الكلمة اللي هو الهالي دي بتفرق او هل مش بتفرق? الكلام ده احنا هنركز عليه وانت ورضو مع نفسك تركز عليه. الحاجة بقى القبل الاخيرة تقريبا احنا هنحل من كتاب ايه? زي احنا قلنا نحل امتحانات السماء العامة كلها من الفين وتمنتاشر عالفة سمائية وبعا وتسعين. من كتاب ايه? انا مش مرتبط بكتاب. انا عايش من كتب السنية دي هي الكتاب الامتحان بوكلت هو اللي جالي فانا مش قاعد اشتري كتب كل سنة يعني. فالكتاب اللي جالي هو كتاب الامتحان بوكلت هو كتاب ده اللي بحله كله مرتزم بالكتب بالامتحانات اللي فيه. اما باقي الامتحانات فهم معي من كتب قديمة. فبعحطو لك اللينك بتاعها بدي اف تحت الفيديو. كل امتحان احطو لك اللينك بتاعه بدي اف. طيب ايه اكتر كتاب في الامتحانات دي? هو كتاب الشامل. كتاب الشامل فيه معظم الامتحانات دي تقريبا خمسة وطرونين في المية من الامتحانات لانا حلها موجودة في كتاب الشامل. اخر سؤال لكل الامتحانات دي هتنزل على القناة انا اقولت هينزل تقريبا امتحانات 2018 و2017 والنوازج التجربية اللي تنزل استنيت 2019. دول اللي هينزلوا على القناة تقريبا عشرين وخمسة عشرين امتحان كافين جدا اي حد ان هو يقفل المادة لهو كان فاهم الشرح كويس جدا. وده يرجعنا المحظة لقولناها ابلا كده متشوفش حل انه ما تكونش هاي في الشرح بتاعي. ليه بتاعي? لان انا قلت لك باعتمد انك تكون فاهم اصل الفكرة وبعد كده بتطبق في الحل وبتحل بنفس الطريقة اللي احنا ايلينا عليها. عشان الطالب اللي بحاطت في النواة طريقة معينة فيه طرق ما بتنفعش الا في بعض المساكل. ودي المشاكل اللي انا بقولت عليها ابلا كده ان الطالب بقى حافظ طريقة المسألة طريقة المسألة لو جلوا مسألة تلكة مش بقى عرفي حلها لانه حافظ طرق حل مش فاهم الحل اللي بيجي ازاي. اه طيب بقيت الامتحانات فين? هي تكون تابعة الجروب المراجعة للتفاصيل بتاعتها كانت في فيديو فات وهتحط لك برضو اللينك بتاع الفيديو اللي فات تحت الفيديو ده. اه اتمنى ان كنت تستفيدوا ان شاء الله بحالة الامتحانات واشوفكم على خير بازن الله. والفترة دي مش هسيبكو برضو كل فترة كده هنقول لكم مصيحة مهمة. خاصة الفترة دي فيها مشاكل كتير جدا. اول مصيحة فيهم هتفيدكو كتير. اتمنى ان كنت تستفيدوا بها وتطبقوها وتساعدوا زميلكم على المعلومة دي. بمعنى انك ما تاخد معلومة تحترفش سويها لنفسك. فيد بها غيرك عشان ربنا يبارك لك في المعلومة اللي وصلت لك وتقدر تنفذها. شوفكم ان شاء الله الفيديوهات الجاية. بالنسبة للمعاد. كل يوم الساعة تسعة. هنزل امتحان بإذن الله. شوفكم الفيديو جاي. والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر